يتبادل النظام وقسد حصار بعضهما البعض في شمال وشمال شرق سوريا موقع العرب الجديد قال إن قسد حاصرت الطوق الأمني لقوات النظام ومخبز البعث وسط مدينة القامشلي ومنعت الموظفين من الدخول والخروج إليه ردا على حصار قوات النظام لحي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب منذ أكثر من عشرين يوما مخبز البعث المحاصر من قسد هو ثاني أكبر مخزن آلي في القامشلي فيما يقع الآخر بيد الإدارة الذاتية فرن البعث يؤمن الخبز لأفرع النظام الأمنية والعسكرية في المربع الأمني وفوج الترطب وبعض المدنيين في القامشلي وريفها وكالة سانة تابعة للنظام قالت إن قسد أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى مركز الحسكة بعد ساعات من منعها إدخال الطحين إلى المخبز وحرمت المدنيين من الخبز ونشرت مجموعات مسلحة عند المداخل المؤدية إلى مركز المدينة ومنعت حركة السير للمدنيين والسيارات منها وإليها لم يصدر أي تعليق رسميا من جانب قسد إلا أن وكالة أنها قالت إن قوات النظام تمنع دخول الطحين إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ما تسبب بفقدان المادة بشكل كامل وهو أمر ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة 200 ألف شخص أحياء الشيخ مقصود والأشرفية شهدت تظاهرات منددة بحصار قوات النظام ومطالبة بإدخال مادة الطحين بعد انقطاع الخبز لأكثر من أربعة أيام ليست المرة الأولى التي يصعد فيها الجانبان ضد بعضهم البعض قبل أن يعود للتوافق مرة أخرى فيما يدفع المدنيون ثمن ذلك في كل مرة